تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات النصفية الأمريكية مع مؤشرات تقدم الحزب الجمهوري في مجلس النواب واحتدام المنافسة في مجلس الشيوخ حيث أفادت تقارير الواردة بارتفاع عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس النواب إلى 200 مقابل 211 للجمهوريين حتى اللحظة فيما حصل الديمقراطيون على 49 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل نفس العدد للجمهوريين بعد فوز المرشح الديمقراطي ورائد الفضاء السابق مارك كيلي بمقعد المجلس عن ولاية أريزونا